طولة الام الافريقية ونوصل للصعود ليه منذيال عشرين ستة وعشرين احنا لازم نوصل ده في تس ساعة ونص مقاعد فيش كلام في تسعة ونص مقاعد انا وصلش كمان انت بقى دي كارسة باتانية عشان نفوز بكاس الامم احنا محتاجين شغل احنا محتاجين شغل الناس اللي قدامنا يعني انا هل هلاعب المغرب بنفس تشكيلة كاس العالم دي فهل انا كسبتها قبل كده احنا كسبناها قبل كده في كاس الامم الافريقية معناش مشكلة لكن في ظل الحالة اللي بتعيشها المغرب لابد ان انا اعيد حالتي الفنية اي انا محتاج ان انا يبقى عندي لعيبة بشكل كبير جدا جهزة للمبريات عندي دوري بيخدم على منتخب مصر عندي منتخب مصر عنده بلان هيشتقل عليه لغاية البطولة ان هو ازاي يوصل لها طيب انا عندي عقدة من السنغال ان انا دايما باخرق قدامها بدربات الجزاء في كل الفرقة القروية في مصر في كل الفرقة القروية حتى الكرة الشطائية تمام فده برضو مؤشر ان انا عندي محتاج ان انا الحاجة اللي انا عندي فيها صغرة ان انا سدي الصغرة دي عشان انا قدر اتعامل في بطولة الامم والافريقية اللي كاني ان مهم جدا ان انا اعيد ترتيب خطواتي فيما هو قادم هل احنا فكرنا مين هيبقى موجود في المنتخب انا في 26 من همين اللي عيبة دول اللي هيكملوا معايا طب ابتدينا صح يعني شايف ان احنا ابتدينا صح انا شايف يعني ناخد خطوات جدية علشان نبتدي بقى نكمل صح زي ما حك بتتكلم كده انا شايف ان بقى في حالة اليومين دول اه ان احنا بندور على اولادنا في اوروبا المصريين المواكرين الى اوروبا بندور عليهم دلوقات ان احنا نجيبهم عندنا عدد كبير من الناشئين موجودين في اوروبا بشكل اه كبير فبدأوا يدوروا عليهم انا مش مش شغلني ان ادور عليهم لان ممكن ادخل على الصفحات لاندي اجيبهم ما عندش ازمة لكن هو التعامل والتواصل هو ده المهم الارتباط بهم ان ده ان ده ما عاش معانا فعدم الجدية وعدم اتقان اللغة ده مؤشر سلبي فلازم ناخد بالنا من الاتنين الجدية واللغة لابد ان يبقى في تواصل دائم معاهم حتى اعرف اجزيبولية بحيس ان هو لما يجي شوفوا الواقع عندي يبقى مرسوط بيه ما يبقاش قاعد منتظر ان منتخب المانيا هياخده او منتخب انجلترا هياخده ما يبقاش ان انا او منتخب كندا هياخده مش عايز اوصل لمرحلة دي فدي محتاجة شغل الشغل ده محتاجة حد قاعد متفرغ له لو انا عنديش حد لازم اخصص حد يقوم ده لو كلمنا عن فيتوريا الموديل فاني المنتخب الوطني شايف ازاي برضو المنتخب هيكون معا اه هو انا انا في مصر عندنا شوية مدربين كويسين اه اه اللي هم اللي موجودين في المنتخب اه تمام انا عندي ازمة لعيبة اه هو ده اللي احنا عايزين انا عندي ازمة لعيبة اه انا عايز القماشة بتاعتي نقصها اللعيبة عايز اجيب اللعيبة دي ده اللي محتاجين احنا النفتز علي يعني حتى حتى في الدوري اه حتى ما هو الدوري نتاج المنتخب ومنتخب نتاج الدوري صحيح فامر طبيعي اه كولر ارفام اللعيبة اه في الناد الاهلي اه فاة اه بينتقدهم بشكل كبير جدا وده حقه لانه يعني السؤال هنا بقى ليه هو وصل لكده اه مبقاش السؤال هو قال صح ولا قال غلط اه السؤال دايما في اي مشكلة ليه وصلت المشكلة لكده هي وصلت المشكلة لكده لانه خلاص ما عندوش لعبة اه ماكف هذه ازمه لعيبة دلوقت هي ازمه لعبة ازمه لعبة مشكلة ايها ازمة انضيا ولا مشكلة الاني معifies اتكلمت عن ازمة اللعبة الالتحاد مش هيش بال continuar بقوله يبقى عا Бог العاقير الالتحاد قاعد بياخد من الانديه الخراص هو ده اللي عندي وج proceeds مش queríaكلف نفس ان انا ان افكر في عاجة تاني خلينا نج tagصان والتي بمانطقيوا في التعامل فبالتالي الالتحاد بتتعامل مع الانديه بتدور في السوق المحلي اللي هو ايه اللي انا بلاقي لطفي هنا نجح في التحاد السكندري فراح اخده من التحاد السكندري نجح في المصري فاخده في المصري نجح في اللجونة فاخده من الجونة نجح في امبي فاخده من امبي نجح في الاسماعيلي فاخده من اسماعيلي شكرا انا هنا غير منتج احنا عايزين نشتغل نصنع عايزين نشتغل عشان نصنع لان لا يوعقل ان الاهلي والزمالك اللي هما اقطاب البطولات بيستعينوا بلعبين من اندية اخرى معدهمش ايقطاع الناشئين خليل يبقى انا النهاردة او بشتري منبرة بشكل كبير جدا وانا في نفس الوقت مش قادر اقول ان انا عند لعيبة تقدر تلعب دول المنتزل وتلعب منتخب في النهاية